من الحدود الأرمانية الأذرية ينضم لنا مفادنا فراس لطفي فراس توازيا مع إعلان ياريفان عن وصول أكثر من مئة ألف شخص نازحين من إقليم ناقورني كارباخ وزيارة بعثة الأمم المتحدة إلى هناك وغيرها من زيارات المدرجة خل الأيام القادمة ما أبرز ما رصدته خلال هذه الساعات من حيث أنت نعم لربما الزيارات والزيارة الأبرز كانت هي زيارة بعثة الأمم المتحدة وهي الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود هذه البعثة وإن لم تولى أهمية كبيرة هنا من حكومة ياريفان التي ترى بأنها جاءت للوقوف على الحاجات أو الاحتياجات الإنسانية لسكان الإقليم الذي بات فارغا أصلا من سكانه أكثر من مئة ألف حسب رئاسة الوزراء الأرمانية فإن مئة ألف وخمسمائة وأربعة عشر مواطنا من العرقية الأرمانية قد نزحوا من إقليم ناقورني كارباخ باتجاه الأراضي الأرمانية تم تسكين حوالي نحو خمسين ألف منهم حتى الآن والباقين في مساكن متنقلة ومؤقتة وبالتالي هذا عبئ كبير على حكومة ياريفان التي ترى بأنها بحاجة إلى مساعدات إنسانية ومساعدات عاجلة من الدول المجتمع الدولي وهذه البعثة حقيقة التي زارت ناقورني كارباخ وقفت على الأوضاع داخل الإقليم وهي مطالبة من حكومة ياريفان تطالبها بأن يتم الاحتفاظ والحفاظ فراس طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الزميل فراس لطفي من الحدود الأرمانية الأذرية ترجمة نانسي قنقر